السلام عليكم. كنت منكم تكونوا بأحسن الأحواء إن شاء الله وبساحة جيدة. اليوم سوف ندر ميلفاي بطريقة جديدة. بلا عدب بلا تمارا. مع ناكهات أو كريمات من أرواح ما يكون. بقوما ينزل المقادر وطريقة التحضير. والحاجة سوف نبدو بها هي الكريم باتيسيا. في كسرنا ولا نرمهلة سوف نأخذ كمية الحليب الفانيلا. سكر البيض وصفار البيض. نشط دورة مع التحريك المستمر. هنا ما غادش نحيدو يدينا على العافية بطريقة يعني طريقة سريعة والعافية تكون مهيلة. إلا بغيتوا تصدق معكم الكريم باتيسيا يعني ضروري هنا العافية تكون مهيلة مع التحريك المستمر. ولا من بعد ما وجدت معنا الكريم باتيسيا هنا غاد نقسمها باش غاد ندير فيها النكهات. ومباشران وضعف تلاجات خليها تبرد بعد ندوزو نصوبو لاباتيسيا. اول نكه اللي درتها هي زبدة لوتوس او سبيكيلوز. نضيفها على الكريم باتيسيا كنخلطهم كاملين وكنوضعهم جانبا. نفس الطريقة درت لغوم ديال البيستاش تهية حركتهم جيدا ووضعتها جانبا. نزو باش نوجدو العجين ديالنا. اولا في بول كنخدو الدقيق مع الزبدة مع الملح مع الماء. هنا العجين كتكون قاسحة ومع جنتش بزاف. انتم ما غاتشوفهم اللي غير بدان ديال الفيوتاج. غير بدان تويفيها غاتشوفوا بلا ان العجين ما معجون اش يعني. ماشي جمعتها بزاف عفوان. ما جنتش بزاف ولا غي نجمع العجين بهالطريقة هادي. وكنبسطها والعجين تكون قاسحة ضروري العجين ديال البات فيوتي خصها تكون قاسحة. ولا بنسبة المقادير غير نخليهم لكم باسفل الفيديو. بالتفصيل. ولا هنا غدي نبقى نسرح فيها بهالطريقة هادي. حتى وكن شوية بحالة كان نطبطي هنا بحالة كان نضرب. كتشوف كيف ما كتشوف مع الزبدة هنا. الزبدة ضروري هنا تديرو الزبدة في الفريقو. الزبدة اللي كان عجين بها هالطريقة ديال ميلفي او البات فيوتي. الزبدة في الفريقو هي اللي خدمت بها. يعني مشي زبدة غير في تلاجة. خشيتها في الفريقو تقريبا واحد ساعة المقانة. وعادة خرجتها وبدأت نخدم فيها. فولا من بعد ما طلقت العجين ديالنا. سرحته مزيان. طويته على ثلاثة. ونعود بنفس الطريقة. غادي نسرحه. الكيميا ديال الضاقيق ديما يكون عندنا الدقيق حدنا. هنا ما غاليش ندخل العجين ديالنا لتلاجة اللي نكون كنديلها الفيوتاج. غادي نخدم بها هاكوك علش حيث عندنا الزبدة قاسحة. يعني من كتكون عندنا الزبدة كانت في الفريقو او كونجلي. كانت تحكمو احنا في العجين. وخصوصا عندما نسمع الحال بدا شوية كي يبرد. يعني كانت تحكمو فيها بطريقة سهلة. واخد تكسر لكم الزبدة. ما تخافوش منه غا يخدموها عادية. ودقيق على يدكم ولا. كيف ما كتشوفوه الطريقة رجيد موضحة. وفي الفيديو. بالنسبة الفيوتاج غادي ندير نفس شيء ثلاثة الدورات. يعني ثلاثة اللولين مع ثلاثة التانين مع ثلاثة الأخرين. يعني في المجموعة غا تكون تسعو الدورات. غي هو ضروري ما بحالك تضربو المدلك على العجين. باش ديك الزبدة تهرس لينا. وتجنسنا مع العجين. كيف ما شفتو في الفيديو غادي ندير الكمية ديال الدقيق. باش نسرح بها الطريقة هادي. وغا نطوي على ثلاثة نفس الشيء. وغادي نعود نسرحها مزيان. هنا من اللي غادي تجنس لي هاد العجين. هي الدورة الأخرى. هنا قطعتهم باش نخدمها بأريحية. ولا من اللي كتجنس لي هاد العجين هاد. غادي نسرحه مزيان. وغادي نخدم به. ولا غادي نقسمه دابع لاجوج. وغادي نضعه في التلاجة. وغادي نخدم به مباشرة. يعني هنا سافي وصلت لك. تشفو ان الزبدة مبقاش كتباليها. بلا ان الزبدة كينا. سافي غادي نحطوها هكا. غادي نقطعه على جوج. ومباشرة ندخلو في التلاجة. وملي غادي نبغي نخدم به. غادي نخدم به بكل أريحية. ولا يعني هنا لحد السعارة. شرحت لكم مزيان. هي هو لستيوس باش نجح معنا هاد. الزبدة في الفريغو. دابع غادي ندرون في بلاستيك ونضعون في التلاجة. من بعد ما دخلت المدة 20 دقيقة. كنخرجهم. وغادي نخدم بهم. الميلفاي دينا. كنصرها عادي دائما بالدقيق. كنصرها عادي. سافيتك نبسطها مزيان. وغادي نوضعها في اللاطة. غادي ندر لها تكات بالفورشيت. وباش تنجح معكم. الميلفاي او الورقة الميلفاي. ضروري مليت وضعوها في اللاطة. ودروا فيها تكات بالفورشيت. ضروري هنا خذكم تتقبوها بالفورشيت. غطيها. بلا طهرة. يعني هنا ندر تفق منها البابي كويسون من الفوق. وغطيتها بلا طهرة. انا غنعودها معاكم تانية هنا. نفس الطريقة. نتكهب الفورشيت. ونغطيها بالورق المطبخ. ونضيف منها لطهرة. وندخل الفرن. يعني كتطيبو هي فوق منها متقلع. باش ما تنفخش لناحية البابات فيوتي كتنفخ. ولا هنا يا غدي نديرو الدوائر. غدي نديرو الميلفاي انديو فيديال. خذيت هاد الساق لهذا. من بعد ما تكيتهم بالفورشيت. وغادي نقطعها دوائر. سوف من بعد ما نقطعها بنفس الطريقة كالطيب تاهية. غادي نوضعها في اللاطة. غنغطيها بورق المطبخ. وغادي نتقل عليها وندخلها للفرن. بالنسبة الفورن. تقريبا كتطيب معي في 25 دقيقة. كتطيب تتحمر من فوق ومن تحت. ونتمع لحسب الفرن. ما تجهدوش على الفرن. من بعد ما كتطيب. نضيفها تبرد ضروري. ما تبرد مزيان. ونضيفها تبرد. هنا هزيت 3-3-3. وهنا سوف نضيين بزبدة سبيكولوز. كذلك زبدة لوتوس. نحاول نلغي في البوش. باش تجيني أسهل في البوش. نضيف الطبقة الأولى و نضيف الطبقة الثانية و نضيف الطبقة الثالثة سهلة و بسيطة هذا هو حال الباطيسة الكبار أنا جربت هذه الطريقة مع عمركم تقوم بميلافين منظم و نضيف جيدة و شيء مصوبة على يدك و نضيفه لنضيفه فانيلا فانيلا نفس الشيء نضيفها في الطبقة الأولى و نضيف الطبقة الثالثة و نضيف الطبقة الثالثة على فوق سوف نقوم بإطاليا 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 بكريم باتيسيا سوف نضيف خيم باتيسيا كطبقة ثالثة. ونضيف خيم باتيسيا كطبقة ثالثة. يجب أن تزينها و لا تخطوها ديك الساعة يجب أن تكون الميلفاي في الفريقو و قد لا تبقى في الفريقو مزيانة و من بعد ما نكملهم و بعد ما نزينه الميلفاي عادة عندما بردت لنا أو تكونجلت لنا بردت شوية و لقصحت لنا الميلفاي الكبيرة عادة نصوبوا لها القلاسات و بالنسبة للميلفاي و بالنسبة للسبيكيلوز سوف نأخذ زبدة سبيكيلوز من بعد ما ندوبتها نطلقها نطلقها و نزينها بالبيسكويت من الجوانب و نأخذ نصف حبة البيسكويت و نضعها من الفوق و تزين طريقة التي تزينها بالنسبة للسبيكيلوز بالنسبة للسبيكيلوز تقدروا تبدعوا فيها باب أحسن مني أنا و سوف نصوبوا ميني ميلفاي أعفا هي الفانيلا و من بعد ما اخذت الفندو نضربتها و نأخذ الشوكولاتة و نضعها على شكل دائرة على شكل ساخن و نضربتها و نضربتها على شكل دائرة و نضربتها على شكل دائرة و نضربتها و نضربتها حتى نكونها ك سبيدر أو عشل عنكابوت و نضربت لأنها ركز حِين عن المنط wheels من قبل التجريب و نضربتنا و learntرة و نضربتها و نضربتها في الميني لدها فإنما من الميندي سوف ن setups س altered وقلبتها إضافة واقع حتى أن 세� ありがとう بالندت نضع الفندن في هذه الطريقة على الميرفي حتى نغطي طبقة الفوقية نضع الخطوط بالشوكولاتة حتى نكملهم كاملين مباشرة نضع الخطوط بطريقة علوية نضع الخطوط بها الطريقة نضع الفندن نقطعها ونقدمها من أرواح حاولت نبسط لكم حاولت نعطيكم طريقة جديدة هنا تقدروا تقسموها على جوج وتقدموها بحلقة في المناسبات في أعياد الميلاد ولديوها معكم حتى لحبابكم ولهنا الفيديو ديالنا عفوان تيتسالة تنتمينا الفيديو ديال اليوم يعجبكم وإلا عجبكم علاش الله ما تشاركوش مع أحبابكم وصحابكم دومتم في رعاية الله للملتقى وخاطمون سعليكم الهضراء في أمان الله